اشتركوا في القناة وأول ما أقولك إليه تعدمني تجري هوا تعمل لي اللي أنا عايزة كنت أسألك أولا وأنا لازم يعني أداي على نفسي عشان تعمل لي اللي أنا عايزة تقول لي ما أقدرش أسمعها اللي زيك ما يتعدمش من الدنيا أبدا تسود وترخص في عناي أديك سب دنيا واحد يا عبد والدنيا بتلطم في أروح لمين بعدك فكرت أروح لأبولي يا عيني علي موت نفسه بالحياة لك للعائلة تعيش بالحلال مش بالحرام وأخويا واقع فيها عيني عليك يا نصر عيني عليك يا نصر عيني عليك يا نصر عيني عليك منتيش بسعودة في أي حد مني بتحبيها زيك ايه ايه اشتغبت قبل ما تتخلي أمو أغذاء أمو ما عرفش إن كان مالك يا أمو مالي مالي وأبو أقول كل حدي يشفني ألي مالك أتتسيب لي كل بيت وامشي هل تتكلم أبو يا أمو؟ لا بي أخي أتساب لي السعيد طب ما تتكلمين أنا؟ بصي لي، هتلاقي فيها منه تتكلمين يا أمو أنا رياحك وأسمعك زي والزبط يا حبيل ردنا أنت قتلت العمر والصح ما تحرمشي منك يا حبيل ولا لها عزم جيتك وإن كان على أبضعتك هترجع لك والزيادة مرضي أقول لي مرضى يا صلاح وبضعتي وزيفتي ما تقول على البضاعة أنا جيت طمن عليك على الوعى اللي أنت وقتها الوعى اللي وقتها؟ بقولك يا سيد ما تسيبك بقى من وش الحنان اللي مش مطبع عليك ده إيه جدع الأفلام دي كلها ورمي بضاعة بالشيه الفلاني عشان توقعني هو أنت عليك بالسهولة دي أوقع مين يا صلاح؟ هو أنت دماغك هتجايبك إن أنا اللي وقتك أنت تجننت يا أدوى اللي حصلك إيه؟ هصلي إني طول عمري ضهري في ضهرك تشايل لي مهما تشايل ما بقولش غير أمين شوفنا الموت سوا ودوسنا عليه برجلينة إنما أنت بقى أول ما إيدك طلت العالي اتنعت ودست على صاحبك وعرسته عرسته؟ ده أنت شايل بقى جواك ومعاب من زمان يعني بتضحك في وش السيني اللي فاتت دي كلها صلاح وإنت النار أيضا جواك عمالة بتاكل فيك ولما أنا جاي عليك قوي كده صلاح صبر علي يا ليه؟ بيستني تلم الخير وترسق نفسك وتلفح ولين رقابتي؟ عندك يا سيد، صلاح ما بيخونش؟ وسيد ما بيخونش يا صلاح الشغل من وراي ده إيه؟ وكلام اللي جبتوا على الأرض تمام يا أخي، عايز أبقى معلم زي زيك ليه اللي ليه؟ وعليك اللي علي يا صلاح يعني يا سيد؟ يعني المعلم مفيش حد بيسحبه من وعيته غير تراعه طلع بقى نفسك من هنا يا سيد المعلمين تمام يا باشا، لابد انت بتيش وسط وبينا علي هنا هاي باشا، مش وقت تنضيف دلوقتي عم جدله مقضية يا باشا بقولك مش وقت تنضيف فارجع زنزانتك اللجنة اتيجي تلاقي الطوانجة بتاعت حضرتك موجودة سلام يا باشا اقولك ايه؟ لو جاي بعشان تقولي انت غلطان وانا حذرتك ان الكار ده اخرت وحشة اثر ومشي يا ابني مش جاي اقولك الكلام ده يا الله انا عارف انك انت مش صغير وانت عارف كده من زمان انا جاي اقولك ما تقلقش انا واقف جانبك لغاية الليلة اللي انت فيها دي ما تخلص على خير ولا ما تعديش معلش مسير اللي غفلني عرف مين هو صلاح سلطان ممنوش فايدة الكلام ده صلاح انا عايزك ما تفكرش غلط المصيبة اللي انت فيها دي فاكر انك لما تطلع من هنا تمشي في السليم بقى وتبقى دعني السكة الحوجة دي فين ايا ها؟ وازاي ما تجيش تطلع عليها كل ده ايا ايا الله ما حرفه اللي حصر يا سلطان وعتل في صدرك ايا حصل لها حاجة ايا ايا ما حصلهاش هاجة ايا عدت علي وبقتلك دي وقالت ايه؟ ممنوش فايدة بقى قالت ايه؟ قالت انها مش عايزة تشوف وشك تهني قالش خايفة على سمعتك الحكومة هيجعل وده بالزاد معاني صلاح مش غشيم عشان ليه وعواء عزاي دي اسمع طيب انا عايزة اكتلب الدنيا وما ترجعش خلا ما تعرف مين اللي عب عليه ملاش عازها ساي يا عم حل روحك عني لحبستي هتصغرني وصادك ولم جيتك هتعليك في نظري مو انت يا صلاح لو ايدي توسمحتيني هتشبك ايدك في ايدي وتخرج من هنا رفع رأسك كلمة في التانية عشان ميت ريحت الولع اللي في صدره من ناحيتك وعرفت ان عمرها ما عدد فيه فمحسوبك الطيب جاب النهاية وخلصت قالو صغير للحكومة بلاختة عنها طيب تبتقول ايه يا رجل انت؟ اهدى 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 ابو صلاح السيد ما يستهلش حلقيتك السيد خلاص سلمك تسليم اهل وحطك تحت جسمتك ولو هو بقع انا شال عندي اللي يشيلها ووقتي قلت ليه يا عمش حال هو اللي اللفع ليك وشتغل من وره ده؟ اسمع طيب عشان تهبط مش سيد بخريست اللي بيقى صاحبه اخوه وانا بيعتها فوق ما تخبطها فشي كده وتقولي ليه امي مشي مدل ايه اللي تلقي ما اللي انا فيها دي؟ مش هوك عايزة تعودي لبيت بيتك عايزة تمشي فرقي من سكات الله هو فيه ايه؟ ما فضناه قلت ليك غزبة عني والله العظيم كان غزبة عني الراجل كان مستقمني على سره وانا بصراحة خفت اخش بينكو لانتو الاتنين تقعوا في بعض كل حية عمل اللي في دماغه انا لا هلوم حد ولا هعتب على حد يا تعب قلبياني ايه يا بيت؟ هو ليه كلكو كده جايين علي؟ خبت عليك عشان بحبك خايفة تتقهري ووقفت في سكت وخفت يروح مني هو لا سدت حنكي نفع ولا فتحتها نفع اعملي ايه انا دلوقت طيب بقولك يا نصر صوتي ياختي دعاقي خرج اللي في قلبك بس ما تكتميش في نفسك بكاتمة وحشة انا لا هصوت ولا هزع ولا هعمل اي حاجة تخفيش ياختي لا ياختي انا مش خايفة انا بصراحة خايفة منك ايوة يا نصر خايفة منك وهو اللي زي تخاف منها في ايه حسرة انا اخرتي ازعل انقهر يا حبيبتي انا ولونيا راحين جايين على بعض كل شوية نقول نصرة تغيرت ما عادتش زي الاول الاول لما كب تزعل الدنيا كلها كب بتاخد من زعل هنايه وما تفرح الدنيا دي كلها كب تقيد لكن انتي كتمة في نفسك وسكتة وانا حاسة ان كتمنتك دي وراها نصيبة لما يكون الزعل من اي حد لكن سيد مقدرش لو زعلته هنكسر وحبق حد تاني حد انا نفسي خاف منه خير يا طيب اللي فكرك بنا مش فط معلمك خلاص واندرت على غيره وانا مش جاي الفودة ما جايلك انت ستك كل لاجلي اللي عيشه الملح وما يردينيش ان العالم كله يبقى دارب اللي بيحصله وانت على ودانك لما وصل انت عايز ايه بالزبط يا حمادة نصرة بنت جلله وتبقى حرم فودة وضررتك وعن قريب قوي انت اتخملت في موخك يا لانت وقل ايه اللي سمعت ايه ولو مش مصدق الطيب تأكد بنفسك ولو عاصل هيوتها حاجة رعبة الطيب باسم يا كبير ده انا اول مرة حطت عندك يعني يعني يا ابو نازم تديني مقام ورده مقامك مقام مين يا جعير هو انت نزاك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدق يا قد ليه كده بس يا كبير ده مفيش حاجة حصلت في بيت فودة لا اسمرك اللي لما حطت في حجرك بالصند تمن عمرك يا قد ولو اللي انت جايتي يارفي انت مش قدو هترخص روحك اخلص وانا مرض يا كبير علشان اللي هتسمعوا مني الليلة مش يساوي عمر انا وبس بيساوي عمر المعالم جد الله ذات نفسه اقول الله يرحمه والله يفك حبسه اسمع يا المعالم جد الله مات وش بعموت ولو فودة ماليت مغير بكلام ماشي قنطرة وش تدخل وراحمة ام الاشق اكلصين ما انا قصيت على لي فيها يا كبير لا قصيت على لي اوسخ من كده كمان عارف مين يا ابا اللي هو رميت المعالم جد الله في السجن سلطان ها سلطان هو اللي بلغ عنه ده بتقول ايه واجبت الكلام ده من ايه ورحمة ام يا كبير انا سامع سلطان هو بيقولي فودة بنفسه ولو مش مصدق اني يا ابا وحسك ولو ليه الكلام غلط انا ححل روحي بيدي رب لا يخليك سيد انت كين انت سيد ابوي يا سلطان كلمة ورد غطاء انت اللي بلغت عنه مين اللي قالك الكلام ده سيد ليه يا سلطان ده انا عملتك زي ابوي فتحت لك بيته ودخلتك على عيانه تطلع انت اللي بلغ عنه مين اللي قالك الكلام ده سيد انت بس كفوه يا سيد ايه يا خليطة كده خش ليك بس كفوه يا سيد اه ده مات هوري السعادة هوري صلاح هوري صلاح اهدى سيد اهدى من درعش دي بينا ما عادش دي حاجة بينا يا سلطان انت تسد الكلام بحل عمان سلطان ماشي يا سيد انا مش هرد هزول مني سوا انتقولي انا اي حاجة وحلموك يا سيد وصلاح ولو سلطان عمالي حكيه بس اهلوا لا ولا سيد اتلي حرف وواضي بعد بترجع من عنده وانت ازاي عرفت توصليلي حبيبتي مش دي القضية انا حكيتلك اني كنت صحفية قبل ما بقى موزيعة يعني عندي سكك كتير الفكرة دلوقتي في ان احنا ازاي هنتصرف في مشكلتك مع معتصة انا حاسة انه هينفز تهديده فعلا ويقدم بلاغ للنيابة وندخل في سين وجيم عشان كده لازم نسبق وناخد اكشن قبل ما يقدم البلاغ واني هتلاقي نفسك فجأة دخلا في سكة اواضي ومحاكم ومش بعيد تلاقي روحك كمان في السجن مش كده مخبيش عليك اللي زاي معتز ده بيستمتع ان يستقوى عن نفسك اللي لسه بدقين طريقهم وما فيش حد في ظهرهم ياريتني بقابلتولك كلمت معانا اصله رحاب حبيبتي خلاص اللي حصل حصل المهم دلوقتي انك تواجه الموقف واتدفع عن نفسك ايوه هعمل ايه بس يعني تعملي اللي قلتولك هتطلعي معاه في البرنامج وتقولي كل اللي حصل وما تخفيش لا اطلع ايه لا يمكن طبعا قلتلك مش هينفع لا تقدر لما تعرف ان دي الطريقة الوحيدة اللي هتطلعيك من المصيبة دي هتقدر اطلع اقول ايه اثبت التهم على نفسي اكتر دي حاجة متسجلة وصوتي طالع فيها كرنيسه غير باسمك وصورتك من اي جرمان مستقل بساعتها الموقف كله هيتغير لصالحك نزلتي تعملي شغلك في مهمة صحفية عادي وبتسألي اهرتل بالكلام كرنيسه وانا اجيب كرنيسه ده من ايه؟ دا عادي وطلعه لك حالا وانتي بتعملي معايا كل دا ليه؟ اعتبريها مساعدة رد جميل لحد واقف جنبي زماني زي ما انا واقفة جنبك دا وقت اني وايه رحي دي فرصة ممكن توقفك على رجليك من جديد اوعد ايه ايه ليه اوه عملت فينا كده ليه؟ عملت هي اوه انت اللي جابك هنا؟ اه انت فاضي بقى وجايت اعلم في القديم ما انت عارف؟ شيلت المخدرات اللي واقعت بيه ولا نسيت؟ لا ما نسيتش بس انا عرفت كل حاجة صاحبك اللي واقعك مش الشيلة مين لقى لك الكلام دا؟ فودة؟ بلاقى سلطان نفسه ما غادر بيك واصف عمرك بعيد عن ايالك لا وفي الاخر بتامن علينا وفي حد يرضى كده؟ قابل ما انسانك واذا كنت اغلط فابوك سلطان مغلطش كله بكيفي انا وسلطان طلعمرين اكتفنا في كتبة بعض عالصحها والغلط بس او اراها قالوا مني قالك الغلط مربيش ولاد الحلالي حاول يردني مردتش قالك ابطة مستوش وطربعة الدنيا فودوا مهم وغسط على انه كان فما غادر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك مش كده بعدين راح عمل ايه؟ بلق ايده في الحلال ورب ابنه ابنه بطلع اوسخ مني وانا بطلعت اوسخ منك انا مفيش اوسخ مني يا سيد انت متعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ولميته هنا لو الدنيا دي فيها وساخة انا اللي علمتها الوساخة دولة سلطانه اللي عاملوا معاكم كان زمان قضعته انت كمان بتدفع عنه والزمك تحب على رأسه سلطان مغلطش انا اللي اكبرت على الآزة الآزة مطلقش لوحدك الآزة طلّى كلنا وعشان كده حق نفسه قدامي وعقد كلمته قدامي انه حاجة عليك ويحميك من نفسكم وحمنة ما نقدامك اهو مشد في نفس السكة اللي انت بشد فيها يمكن لو كدت في وسطينا ما كشده حصل لنا انت اللي اخترت السكة اللي انت ماشي فيها يا زيد ولا ايه؟ عارف اللي اهرني وقاطع فيه مش انك ماشي في الحرام لك انت بتفكرني بقدرنا بتاع زماني اللي مش هيرد الروح اللي ما يقعها هيرد الروح هيرد الروح هيرد الروح هيرد الروح هيرد الروح لا مش هيرد الروح وهفضل مكاني عشان مفيش حد هيقدر يوقع عني عارف ليه؟ عشان مفيش حد يستجري انه هيبيع سيد بو خرست هيرد الروح هيرد الروح هيرد الروح هيرد الروح يا دهم اتبقى ما خلاص لميناك يعني ايه يا أبا؟ يميدي دعليك كده بالسهل هو احنا ايه هفق؟ طب ارواك بانا هجيبلك حقك ولو مش عشانك هيبع عشان انا وانا عاجز عجيباني الحق بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين أبوك ما تدخلش انت فهلا هو انا اتحمق لك تزعل انا فضلك برضو تزعل هو انا ابنك ولا انت هلاقيني في الشارع لا يكون سيد بو خرست هو ابنك انا مش داري يا ابني باس تبعى الصبح اليوم لسه مابتداش مكفاية اللي عملاي هنا واخد الواد وعملت لفي بيه على بيوت الحارة ولو دراخر الغلبان الزهر قادره ما يحميش على الليلة الغريب ولو من الصلبة مالكتاعش تبتربي تقول اصلا غير سيبك كلمة هزعل خلص اصلاح وانا مش عارفك هتلف جوفك واخلص شوف يا ابا انا عيشت طول عمري مضحوق علي من قرب الناس مرة من اعز اصحابي الي دس علي وبعني بالرخيص ومرة من اخته الي حبيتها وكنت مستعد دموت نفسي وخش جهنم عشاني وبصراحة انا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوق عليك انا من مين يا من الاخر من الاخر الواد المين مين مين نشيبني يا خموص الله مش موصولني انا بقولي ايه انا بقولي الحق وعندي نية طريقة اتاكدنا تحرف ان انت بتقوله ده بأتينا فين وعندي وعشان كده وبتلك كلامة عايزة على فكدي بقى يا بيتة حوبة مالك فيه اين حلمت بابوي كان بقلي كتير قوي ما شوفتوش جالي وقعد معي وكان زعلان علي زعلان علي قوي وبيعيض خدني في حضنه ودموعه غير رأيت رقبتي انا خايفة يا سيد خايفة قوي ايه دي يا حوب؟ خايفة من ايه؟ موضوع شكل مش موضوع حلم لو مارتشوفت كده مالك في ايه؟ سيد انا فوق صيبة مصوبة ايه متلقنيش عليك؟ انا عارفة ان مفيش حد في الدنيا دي اقدر اروح له لد الراجل اللي اسمه معتز ده اللي صوته طالع في التسجيل تكلمني وهددني اللي عملته معايا الكلام تحصل انت موالتش بسرعة عليك كنت خايفة خايفة من كل حاجة حتى منك بس خلاص ما بقيتش قادر استحمل بصة الناس ليا وكلامهم عندي بس انا عارفة ان مفيش حد في الدنيا دي ممكن يقاف جنبي الله انت يا سيد ومن امتى وانت بتخاف مني يا رحال؟ خلاص ما تليش انا هتصرف انا اسفل انا اسفل والنعمة ما كنت عارفة ان كل ده هيحصل حقك علي سامحني خلاص بقى قولنا ما تخافيش طب علاق الحرب ما حد يقدر اقرب لك ولا امس الشعره منك كله بقى تمام خلاص بقى خلاص ايه دي يا بنت ما تخافيش خلاص بله نمسك يا اخو شيل الوادي يا أخويا كده على دراعك هننوا وحسسوا بيك الواد قرب ينسى شكلك بالحق يا سلطان كنت أصدق في قرشين كده يا أخويا عشان عايزة أروح لأمي على طلعة النهار كنت عايزة أخذ لها حاجة كده عليها لإيمة تحت باط أمك إيه أنت تستقبلها أو ليه أنت مش علال أن أمك مسافرة شوف بقى أنت عايزة تزوقي على فين وجابها في أمك تزوقي منهار السود أنت بترمي على إيه يا راجل أزوق على فين يا أخويا وأنا هروح فين يعني غير عمده آه قول كده بقى من الصبح أنت يا أخويا مستخسر القرشين خلاص بلاش خليك على راحتك يا حبيبي بقول لك إيه ما تبقى تروح لها أنت أو الله فوت عليها كده أهم إنه تعمل الواجب وتتأكد من كلام حريمك يا سلطان ممن زوج의 ليس لك جانبا diye أجنب أنzon هل تسمع اسم العيلة دي يا رب ولا ايه؟ طول عمري بسمع عنك وعرف انك مرة حلوة ناصبها فاتها وراد يا بالمقسوم متشكرة يا حبيبتي إلهي ربنا يا سعيدك شكلي كنت غلطان تشوف مين اللي بيتكل يا مرة لو كنت فاكرة اني مزغليل عين جوزك اللي إلهي ما يوحشوا فيه تبقي مرة هابلا أنا مبصش على أشكال دي بس هو بصلك فودا مش رايدك زي ما الراجل بيريد مرة لا فودا عاوز يتجاوزك عشان يزل أخوك بيك ما قدرش عليه قال يضربه في حريمه يبقى راجل ماتيور واللي جمعكو يا أختي كان على حق أنا وأخويا محدش يقدر يدخل بنا أبدا واللي ما يقدرش على الراجل ويتلف على حريمه ماستعنهوش شبش في رجلي ويلا يا أختي بقى وريني جمال خطواتك يلا يا حبيبتي سكي الباب وراك ده إيه البلاوة دي خد يا أخي خد تعال عامل إيه؟ الحمد لله تشب حاجة ولا تقول لي خلي معاودنا عزة بدوك طيب شو هيت سكالانس في التلاتين يا عبد أيوة كده تعجبنا عمور والله كان بيود دواسيك في ديتك بس أنا كنت معكوش عكشة أصعب منها انت طلعت جدع يا أخي عجبتني عجبتك فيه يا عبد لا تستعبط يا لا ده النصرية كلها بتتكلم على الوادي الصغير اللي غز الطيب ده ده شكرا يا عبد عارف اللي عجبني فيك إيه؟ ان انت شكلك الشاوة هتفضل في دمك هتفضل على طول شاوة مش هتهدى زي خالك ما تزمت كلامك يا عم صلاة ما له خالي انتهبل يا أنا أقصد ان خالك ده كان بكلمة منه بيقفل منطقة بيطربعة انما دلوقتي بقى هدي ما بقىش أحب المشاكل فهمت؟ وهنا أقرزني برضه بكلمتين كده وقالي ما اتكرارش تاني وبتاع خاف علي يا مش قلتلك بس انت بزمتك ينفع يتخاف عليك بعد اللي انت عملته ده يده ما فيه شنف في النصرية يستجر يعمل اللي انت عملته بجد عم صلاح أمال بشتغلك يا طب تصدق بقى بإيه؟ أنا من دلوقتي أنا وانت شاوة يعني الشاوة هتبقى بني وبينك مش بني وبين خالك اشتا أصلا صحي حبيبي سلام يا عمور خد يا واد يا أمو صحتك؟ هو أنا كنت نمت من أساسك انت فيه لحد الوقتي مفيش كنت في الحارة تحت عمنيل تقسيم أنا واصحابي يا واد انت عايز توجع قلبك كتر مهو موجوع ليه بس يا أمو انعملت ايه؟ شوية مع صحابي وشوية عند خالي يا واد انت البطلت تروح التبرين جرالك ايه؟ يا أمو الخلاص بقيت البرينجي بعدين مش هاد اتعابك ووفر فلوس فلوس؟ وانت ملك انت وملت فلوس أنا كنت اشتكيت لك يا ولا دماغي مش قادرة تتوجع بيك ولا بدونيتك وتتعابي نفسك بيه ليه بس مدينة زي الفل هي زي الفل؟ يا واد كبر حس ممك شوف الحملة اللي علي دل المصايب عمالة تتحدف علي من كل نحلة هتبقى انت كمان يا حبيبي بعد الشر عليك يا امو طب وغلوتك عندي ما همزع عليك داني يا رب يا رب يا حمر يا رب خشي ودني يلا تركيبة جديدة ازاي يا بوخاريست؟ ميك سايا حباية جدول على سنة مزاج من عندنا عملنا تركيبة نوفي هتراقي روحها وتسيطر في السوق اوكي بس ليه دلوقتي؟ مش معنى؟ انا اقول لك ليه؟ دلوقتي الحكومة شدة السلخة على برشان في ثلاثة اربعة اياما لمة الترامدول والترامجاك اللي في السوق دي العائل بتسف ترام العائل من دول يتلام على حبها بجنيه بيروح يباع عبمية جنيه اللي انت بتطلقه ده مش سهل ده عايز ما اصنع ادوية بحاله ما تفكرش في عامر وليه بس ما فكرش في عامر ده بيزنس في ديل ما بنا انه ما يدخلش في اي بيزنس خاص بايا ده لو الدنيا حلو بس احنا دلوقتي في حل الطوارئ في حظر برشان اسمعي الكلامة في شوات ولا انت خايفة لو يرفض مش موضوعني يرفض سيبني افكر وانا احاول لك ماشي بس عالسريع لو ليلي صحيح بعرفوا عن اسم معتز الكشف اعرفوا كويس اعندوا في ديح البلد كلها بتضحك علي فيها ايش معنى اقول لك ما قلت ليش بقى يا بول بول هو سيد هيعمل ايه بكل المحلات دي مش فاهمة يعني المحلات ديها ست سيد جابها لاخواته كل واحد محل هو نفسه زبط لهم حياتهم وكل واحد يعمل المشروع اللي عايزه في المحل بتاعه ايه يا حبيبي يا سيد طول عمره مجدع وامنحلال وباله دايما في اخواته ربنا يخليهم لبعد لكن انت مالك بعد النهاردة مالك زعلان كده ليه لها بزعلان هنا فيش حاجة لا بزعلان ايسي حاجة لا في حاجة يا خويا ايه تقولش كان نفسك في محل المحلات دي يحيك بهم سيد أنا مش عارف يا يونية الدنيا ملطاشة ربنا تالية كل الناس ماشية في طريقها زي الفل من قدام معدنة هبوا ومحلك سر ايه بس اللي جرى يا بولب ما انت زي الفل لو يا اخوي لا انا مش زي الفل ولا حاجة انا مش عارف حظي ليه ملطش كده مع الحريب ولا واحدة عايزة تبص في فشي طيب انا اقولك على حاجة النهاردة انا بشتري المحلات دي كنت بشوف كل اتنين جايين يشتروا شقة ولا يقجروها عرسان يعني كنت بافرح بيهم بافرح لهم بس زي ما بافرح لهم باحسر على نفسي وعلى حظي لا لا ما تقولش كده يا بولب بصيرها تفرج يا حبيبي كل شيء بقى واني تفرج منين بس يا يونيا انا عارف حظي والعكسات اللي فيه انا عارف انا هفضل كده طول حياتي ولا هتجوز ولا هيبقى ليه علاقة بالجلس التاني ده الله ايه الكلام اللي انت بتقوله ده تف من بوقك نصيبك حيصيبك ويجي لحد عندك وانت طيب وبن حلال يا بولبور تستاهل كل خير وربنا هيبعت لك وحدك تزيب يوغطي 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 ايوه كده وردي يدح كدك الحلوة خد معشرة بالشاي وفكها وان شاء الله انا حرقص لك وزغرات لك يوم فرحك اللي هيكون قريب قول يا راب وبعد ذلك يا ناصر هتفضلي مدرية واشيك حلني كتير انا سايج ببالي شوية ومش عايزة عدبك وهو يعني كان حصل ايه مانا وانت هو كويسين اديك قولتين انا وانت ما طول عمرنا واحد ليه خلتيني دلوقت اتنين مش مخطر يا سيد انت اللي مشي في طريق ماقدرش اجورك فيه وانا مرضى شين تجوريني فيه انا عايزك بس ترجع معاي زي الاول الهاش يا سيد الاول كنت سيد اخوي حبيبي اللي محاجي علينا واخوتك وبتأكلنا بالحلي ودلوقتي ما بقتش شايفك خويس الحرام مدرك من سسك لراسك كي انك واقف وراء وانا مش عارفة طلع لك ابو سيدك يا زي بلاش افتكر ابوك ما باش ينفع ما باش فيها رجوع يا نصر خلاص ولما انت مش عايز ترجع للخير عايز مني ايه عايز اكتو في جملي انا الدنيا كله ايه في التوساطي سلطانه ما سمعتلوش وميسا ما ادرتش علي حتى ابوكي ابوكي ما عارفش يجيب معه الناهي او انا كل دول بقى ما فرقش معايز علو بس انتي لبا ما قدرتشوف نفسي صغير في عانيكي اناس اسمعيني انت كسرتيني قبل كده وسمحتك افهاش حاجة لما تسمعيني طب مش عشاني عشان خاطر اخواتك البيت رحب اخلاف مصيبة والله اعلم اتكر وراها ايه اه رحبت احكايت احكايت وانا طول عمر في داروك بس مش لوحدي طول عمر كنت واقفة في كتفي عارفة ليه؟ عشان البيت ده تمام ويتلام انا بحاط من برا وانت بتضم من جو يا ناصرة لو حد فينا واقع البيت كله هيكور ورا بعض والقرش الحرام مش هيضيعه ابوكي قالها كلمة قرشك لو حرام طيّنه بقل الغلبان يغسيره يلحونا انت عايز تحلق نرشك بلقمة الغلبة والمساجين حتتحك على ربنا ربك رب قلوب يا ناصرة اهدي انت بس اهدي وصفل من حيدي مصيبة عليها ونعم بالله ربنا يباد عنك الشر يردع عنك قادر يا كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر